اشتركوا في القناة ومن مقتضايات هذه الولاية الجامعة بين المؤمنين المحبة ومن العلامات الصادقة على المحبة دعاء بعضهم لبعض هذا ما دعانا إليه ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل عند قوله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وهذا ما دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه إمامنا مسلم في صحيحه بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال ملك ولك بمثل وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة كنا في الحلقة الماضية من برنامجكم حديث قبيل الإفطار كنا قد تحدثنا عن الأبطال حقا وعن النجوم صدقا عن الذين يعرضون أنفسهم للأخطار والأهوال من أجلنا وكنا قد دعوناهم إلى أن يذكروا الله عز وجل ببعض الأذكار والأدعية التي بها يحفظهم الله سبحانه وتعالى والأمر معشر الإخوة الكرام لا يقف عند هذا الحد فمن باب مقتضيات الولاية الجامعة بيننا ومن باب كذلك الاعتراف بالجميل الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام من صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه من هذا الباب ومن ذاك الباب لا بد أن ندعو لهؤلاء فخصصوا معشر الإخوة الكرام خصصوا لهذه الفئة الطيبة المباركة دعوة صالحة عند إفطاركم وقولوا اللهم احفظهم اللهم احفظهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم اللهم يا رب احفظهم بما حفظت به الذكر الحكيم وعبادك الصالحين اللهم اجعلهم في حرزك وأمانك وحفظك آمين آمين والحمد لله رب العالمين